أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردنية الحكومة في تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة لعام 2018 بتقليل درجة الاعتماد على الضريبة العامة على السلع والخدمات لزيادة الإيرادات وأوضح في دراسته أن تقليل الاعتماد على هذه الضريبة يأتي لتحقيق تنويع أفضل في مصادر الإيرادات الضريبية إضافة إلى أن ذوي الدخل المحدود يدفعون ضريبة على السلع والخدمات أعلى من ذوي الدخل المرتفع كما أوصى الدراسة برفع الكفاءة في تحصيل الضرائب من فئة الأفراد بالقطاع الخاص لأن مساهمتهم في إجمال الإيرادات الضريبية أقل من الموظفين والمستخدمين وهو أمر غير منطقي من وجهة نظر المنتدى في حين اعتبر المنتدى الانخفاضة في النفقات الرأسمالية مقلقا بسبب الإزدياد في عدد سكان المملكة وتبعات اللجوء السوري والتشتت الحاصل في الإنفاق وأوصى بالتركيز على المشاريع التي يمكن للمواطن أن يستمتع بخدمتها كما أكدت الدراسة أن خدمة المديونية أصبح تشكل عبءا ماليا ضخما على موازنة الدولة حتى أصبحت تعادل حوالي 92 إلى 95% من النفقات الرأسمالية وأن ارتفاع فوائد الدين العام إلى النفقات الرأسمالية إلى 93% تحرم الأردن من الانفاق على المشاريع الرأسمالية لتحسين الخدمات